السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله ستلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر الاسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة وعلى مدى شهور ومنذ ظهور الوباء ثم تحول إلى جائحة تحدثنا عن المرض كوفيد ناينتين الذي ينتقل عن طريق انتقال والعدوى بفيروس كورونا المستجد وتحدثنا عن الفيروس وطبيعته وطرق انتقاله وطرق الوقاية والحالات البسيطة والشديدة وكيفية التعامل معها والآن تتجه دول العالم كله إلى الانفتاح وإلى العودة إلى النشاطات الحياتية وبناء عليه ابتدت تتحط معايير لأنهي أنشطة آمنة وأنهي أنشطة المثيرة للقلق وممكن أن يحدث منها انتقال للعدوى بصورة أكبر والتي يجب تجنبها قدر الإمكان إذا كان هناك داعي لأننا نروح للأماكن دي يجب أن نكون بنتجنبها ويبقى المحاذير في التعامل معها أعلى وتم تقسيم هذه الأنشطة الحياتية اللي هنرجع ليها إلى أنشطة آمنة وأنشطة فيها خطورة بسيطة وأنشطة فيها خطورة أعلى وممكن نشوف مع حضراتكم الصورة اللي هنوريها لحضراتكم اللي بتقسم هذه الأنشطة يمكنكم البحث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي مصدرة من جامعة تكسس علشان تقول إيه عوامل القطر في الممارسات الحياتية اللي بتممكن الممارسات اللي فوق خالص دي اللي فيها أمانة عالي الممارسات التالية اللي هتلاقي بقى اللي هو الخروج في الهواء الطلق والتعامل مع البشر فيها لا كل ما بمتكلم في منطقة فيه هواء طلق وما فيهاش أماكن مزدحمة أو فيها السوق في عملية التنفس يبقى هنسمح بيها بدرجات أعلى إنك تخرج تروح تتمشى إنك تمارس رياضة في مكان مفتوح إنك تروح تتعشى مع شخص واحد في البيت بتاعه وأنت متأكد أنه هو مش مصاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي وبعدين هنلاقي الدرجات الخطورة بتزداد لحد ما نصل إلى قاعات السينما وقاعات المسرح وصلاة البنوك والأماكن المغلقة سيئة التهوية تبقى دي والحانات والبارات والاجتماعات الدينية يعني الصلاة عشان كده صلاة الجماعة لسه عليها محاذير في صلوات الجمع وخلافه وبالتالي يجب أخذ الاحتياطات في التعامل مع هذه الأماكن وبنقسم الأنشطة الحياتية إلى أنشطة آمنة يبقى ممكن نروحها ونكرر نكرر تعاملنا معها أنشطة آمنها أقل شوية يبقى هنتعامل معها عند الضرورة مع الالتزام بالمحاذير والتباعد المجتمعي وأنشطة درجة الخطورة بتاعتها عالية اللي يجب تفاديها واللي ما زالت بعض الحكومات ومنها حكومتنا بتقيد استخدامها لأن درجة الضرر منها مرتفعة زي صلاة الجم لأنها مغلقة ولأن فيها تنفس تردد عالي وتجمع كبير زي ما قلنا الحنات والبراط بتلاقوا بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما ابتدوا يفتحوا المجتمع ويوقفوا عمليات العزل لما ارتفعت عدد الحالات أوقفوا أول حاجة الحنات والبراط لأنها مكان مغلق ومكان مقفول والتهوية فيه سيئة زي ما احنا بنؤكد برضو أن المقاهي والمطاعم عندنا ما تستخدمشها لـ 25% فقط منها وأن يكون فيه تباعد مجتمعي أهمية التباعد المجتمعي ده هنقدر نشوفه في الفيديو اللي معنا لو معنا وقت يسمح ناخد الفيديو ونشوف كده أهمية التباعد المجتمعي ولبس الكمامة واستخدامها ودور وكيف ينتشر المرض من خلال الرزاز اللي بنؤكد عليه واللي حتلاقوني هل الكمامات مفيدة تجربة أجرها المعهد الوطني الأمريكي لمعايير السلامة ونشرت في قناة على اليوتيوب اللي انتو شايفينه ده الرزاز اللي بيخرج من الناس عند التنفس وستخدمناه بكاميرا عالية التردد وبتقدر تصور الرزاز ده وبتصوره بعد ما بنهديها العادي إن احنا وإحنا بنتكلم بيخرج بنتنفس بيخرج الرزاز القطيرات الرزازية التنفسية بتخرج أكتر مع الحديث وكل ما حديثك يبقى بصوت عالي يبقى أعلى أهو قدام حضراتكم الفيديو بيودي التحدث والنفس بيبقى مع قطيرات أقل السعال أكتر والسعال بيدفع القطيرات لمدى أبعد أصعب شيء هو العطس لأن العطس ده ممكن تصل الجزيئات دي إلى 8 متر وبتبقى كميتها عالية جدا لما بنحط بقى غطاء الوجه اللي هو الكمامة ونستخدمها حنقلل من انطلاق الجزيئات دي ونحد منها ولو الشخصين اللي موجودين بيستخدموا الكمامة يعني اللي بنفترض أنه مريض واللي بنفترض أنه صحيح نسبة العدوى ستقل جدا لحوالي 1.5% ودي حاجات يجب أن نؤكد عليها وبقت قواعد سبتة ولن تعود الحياة إلى ما كانت عليه ولكن ستعود بهذه القواعد الجديدة طب قبل ما ناخد بس محمد وبعد إذنكم لو الفيديو جاهز اللي احنا نزلناه عشان نوري أن ده مش بقى طريقة تعامل الناس العاديين لا هنوري حضراتكم الاجتماع اللي حصل منذ ساعات في الاتحاد الأوروبي وقادة دول الاتحاد الأوروبي وأعلى الدول إمكانياتا وعلما وثقافة بيتعاملوا ازاي عشان يقدروا يتعاملوا مع الفيروس والمستحدثات المجتمعية والتباعد المجتمعي إذا ما كانش الفيديو جاهز ناخد الاتصال أهو ده الاجتماع بتاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ دقائق بيسلموا على بعض بالكوع عندهم تباعد مجتمعي بينحنوا بيستخدموا الإماءة محدش بيسلم على حد كلهم بيستخدموا الكمامة هنشوف الوقتي بالمتر بيقيسوا المسافة بين كل واحد والتاني يجب ألا تقل عن حوالي متر ونص المترين علشان نضمن تقليل أهو المسافات بتتأس بالمتر تمام؟ أول من عدي متر ونص ممكن نحط كرسي تاني والناس مستخدمة كل وسائل الحماية علشان ما يبقاش فيه أي انتقال للمرض يجب أننا نبص للناس دي ونقلدهم بصوا حتى أهو حتى الهزار وما فيش تلامس هنقف لازم الوقوف بتاعنا يبقى على بعد متر ونص تبدول مش وقفين على بعد متر ونص ما يبقاش الحديث بينهم أكتر من ديئتين تلاتة لازم يققل من خمس دقائق لأن كل ده بيقلل من معدلات انتقال الفيروس المهم أن وسائل التباعد المجتمعي يجب أن تكون الوسيلة للتعامل الحديث واستبدال السلامات والتحيات والقبولات والتقارب بهذه الوسائل علشان واضحوا كل زعماء الدول القارة الأوروبية مستخدمين الكمامة ومنهم ميريكل رئيسة المستشارية الألمانية واللي أظن هي اللي بترأس الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة ممكن نرجع من الفيديو ونبدأ في استقبال اتصالات حضراتكم إلى أن نجهز الجزء الآخر من الحديث عن الكوفيد 19 معنا اتصال تليفوني تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام لك يا دب أهلا بحضرتك أنا أولا نحب أشكري حضرتك على استقافة اللي بتقدمها للناس لأن إحنا في صراحة تعبنا ومشينا خمس سنين خمس سنين مشوار مع الدكاترة وحضرتك بصراحة اللي خلتني أعرف حالتي فيها إيه أنا خلال كلام حضرتك وحالتي وطبقتها لحالتي تأكدت أن أنا عندي تكاييفة تمام وأنا متجوزة من خمس سنين وعندي 27 سنة حملت ثلاث مرات بعد مرار بإجهاض باستسئيط في الشهر الأولى ودورة بلغبطة شعر فيقع حبوف في البشرة شعر الظهنية يعني جميع أعراض تكاييفة المبايد تكاييفة المبايد فبعد ثلاث مرات تسئيط حملت رابع مرة فارحت لحضرتك والحمد لله ربنا كرمني على إيد حضرتك بإبني محمد الحمد لله ربنا يخلهولك يا رب يخليك هو دوات عمره سنتين حاولت أن أنا أتابع مع دكاترا هنا أأكد لهم أن أنا عندي تكاييفات جميع دكاترا هنا أكدوا لي أن ما فيش تكاييفات أعملتهم جميع التحليل الـ FSH عندي 7 ونص الـ LH 11 ونص أقول لي يا دكتور الـ LH أعلى من الـ FSH وده يعني حاجة طبعياً ده أي تكاييفات قالت لما مش موجود في الصنار ده مش تكاييفات طبع بعد إذن حضرتك أنا المحاضرة بتاعتي لما ترجع المحاضرات في الأصر العيني بتبقى كل يوم سبت فالطلبة كلهم اللي في الأصر العيني يعرفوا أن التكاييفات ونباية خلال هرموني يشخص بتحليل الهرمونات وأن الصنار قد يكون موجوداً التغيرات اللي فيه وقد لأه وحضرتك كمان ما تعرفيش التغيرات ولا لأه إن هو بيقول بعينه هو وأكيد حضرتك من محافظة من جنوب مصر حيث عناد الأطباء لا يوجد حل له حضرتك عندك تكاييف مبايد ما لم تعالجي من تكاييف مبايد الحملة هيحصل متأخراً على فترات متباعدة بعد المنشطات وإذا حصل في فرص عالية جداً للإجهاد وسيتم تكرار القصة السابقة وبعد إذن حضرتك حضرتك أو أنا عايزك تسجليلي اللي بقوله ده وأنا مسؤول وتسمعه لهم إن حضرتك عندك تكاييف مبايد ومن درجة مؤثرة وواضحة وأن الصنار ليس هو طريقة تشخيص تكاييف المبايد وإن ما لم حد يحط حضرتك على علاج مظبوط لتكاييف المبايد فالمحاولات كلها ستكون صعبة ومريرة وطويلة إلى أن يحدث حمل وإذا حدث حمل ففرص إجهاده تقترب من 80% زي ما قلنا لحضرتك قبل كده تمام؟ وبعد إذن حضرتك ما تحاوليش تكسري الحجر الصوان اللي انتي بتحاولي تغيريه لإن راحة الدماغ أحسن للناس كلها تمام؟ أرجو تكون حضرتك فهمنا قصدي أقول إيه كل السيدات وكل أنساء تفاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضرتكم بشرة خير أهلا بحضرتكم عدنا إليكم بعد الفاصل ونواصل مع حضرتكم بشرة خير وإذا كان فيه اتصالات نستقبلها ولا ناخد الصور ناخد الصور طيب ناخد الاتصال معنا تفضل تفضل يا فندم جميع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك ربنا يجيدك من علم الله يا دكتور آمين يا رب إحنا وإنتي الله يجيدك واسع علي آمين يا رب بعد إذن حاجتك أنا عندي دلوقتي 34 سنة كويس اتجوزت وانا عندي 31 سنة أي فربنا كرمني على طول بعد الجواز بطفل كويس حاليا أنا عايز أنجل بالتاني عشرين السنة أي فأنا ما باخدش وسيلة تمام فروحت كشفت ما فيش حامل فروحت كشفت دكتور قال لي إن فيه كيس كيس على المبيض آه نوعه إيه؟ حجمه إيه؟ ما قال لي حجمه ما يذكرشي حاجة بسيطة طيب هو فاندم في الطب ما فيش عندنا بسيطة وصغيرة وزغنططة وزغنططة وكبيرة وكبيرة قوي في الطب فيه تعامل بالسانتي بالملي لكن ما علينا طب نوع الكيس إيه؟ مية دم مية قال لي مية طيب إذا كان كيس مية وصغير فده المفروض إنه لا علاقة له بتأخر الحمل من قريب أو بعيد وبالتالي مش ده السبب إيه بقى الفحوصات اللي اطلبت من حضرتك علشان نصل لسبب عدم الحمل ما طلبش مني أي فحوصات لإن قال لي ما فيش حاجة يا فاندم ما فيش حاجة بناء على إنه شاف حضرتك بالصونار ألا تدري حضرتك حضرتك أنت كده ما تسمعيش إن فلانة ما بتحملش بقالها شهور وصنين لإن هرمون اللبن عندها عالي سمعتي الكلام ده ولا ما سمعتيش؟ سمعتي ده طيب ما سمعتيش أبدا إن فلانة حللوا الجزها لأوا تحليل جزها مش كويس عشان حضرتك لما تقولي لي ما جوزي ده خلف قبل كده زي ما الدكاترة والمرضى المصريين بيقولوا وحقولك ما انت كمان خلفتي قبل كده إيش معنى حضرك اللي بتروح تكشفي هو ما بيكشفش؟ ده مش عدل ده ظلم يعني إيش معنى حضرك اللي وارد إن يحصل فيك حاجة وتتغير وهو لأ فهل حد طلب تحليل للزوج؟ لأ هو ما طلبش طب هل حد طلب تحليل للهرمونات؟ أنا أنا سألت وقلت له حضرك أعمل هرمون الهرمون اللي هو حضرك طول عليه يعني أي حاجة يعني فقال لحضرتك إيه؟ قال لي لأ ما فيش تحليل عظيم هذا ليس طبا ومن قال هذا ومن قفت بهذا لم يتخرج من هذه الكلية نمرة ثلاثة حضرتك ولدتي ولادة طبيعية مهبلية ولا بقيصرية؟ قيصر يا رجل حضرتك ما سمعتيش إن الستات اللي بيلدوا بقيصرية واللي بيعملوا أي عملية بفتحة باطن جايز يحصل لهم التساقات تؤدي إلى انسداد الأنابيب أو تقلل فرص حدوث الحمل وإن الالتساقات دي ما بتتشافش اللي بأشعة بالسبغة فهلحد طلب من حضرك أشعة بالسبغة؟ لأ حضرتك ما روحطيش إلى فحص طبي حضرتك كنتي رايحة لحد بتتسيري معاه بتوديه بياخد ودي معاك في الكلام بس الحقيقة لو حضرك بتاخدي وتدي في الكلام مع صحبتك مع عجرتك مع خلتك مع عمتك ممكن يقولولك نصايح أكثر جدوى من اللي تقالت لحضرتك ده تمام؟ معانا اتصال تليفوني آخر عشان نكتفي بهذا تفضل يا أستاذ السلام عليكم دكتور عاد وعليكم السلام يا فن معدلسنا حضرتك أنا أتكلم فيها كده وحضرتك علق بعد ما خلص عشان من المرة اللي فات مش عارف أبوش الهوى كده يعني حضرتك كان فيه مدخلة حالة اللي فات الدين قبلها وكانت متصلة بتتكلم عن بنتها بقى لها 16 سنة مجال عاش دورة كان دا الموضوع الاتصال وحضرتك قلت لها التحليل تعملها في أي وقت عشان ما جايش دورة أنا أتكلم في المنطقة بي في كاس جاي المفروض إن هي سنها 28 سنة كانت مجال عاش الدورة وهي عندها 13 سنة عملت محوليتين اكس والمحوليتين فاشن بقيت لحد المفروض أنه جاي نيكوليجيست عم ما عمل لها لهايش لهايش وليتش وليتو والعمل التحليل بكلها وعلى لا هنعمل سنور تنين والدورة ودها دو وعلى الدواء دو حينزل دورة وعلى جاي نعمل سنور أنا عاوز وضح حاجة بس الست اللي مجال عاش دورة اللي عندها 13 سنة دي حاجة اسمها أمينورية الأمينورية دي اللي هي الديفنيشن بتاعها أنا مش عارف هو زي قال الكلام ده الديفنيشن بتاعها أبس من اركني باي ايه باي ايج اه 15 ييرز ما مزبوط بقى سنة أنا حنطح التحليل ده لحد سن 14 سنة لو كان ما عندهاش ما أكمل لحضرتك ايو ده تعريف ده تعريف وفي تعريف تاني بيقول ايو ايو ما أنا بقى كنت عايز أقول اللي قبل ان الحد سنة 14 سنة ما جات لهاش دورة بس ما عندهاش زواهر بلوغ لو عندها زواهر بلوغ ممكن ننتظر لحد سنة 16 ايه او ان ما تجيش دورة لحد سنة 16 لزواهر البلوغ سنة 28 سنة الكلام ده هي رحلت له من السنة ما طلبش اي حاجة في الظل ان هي رحل بتحليل الـ الـ كان طالع اربعة وستة اللي كانتين واحد اللي كانتون سبعتاشر اللي كانتون ثمانية وثلاثين مية التحليل ده كان عد على سنة ورحلت له السنة تنمي الدورة انا مش فاهمه وعاوز ان السنة تنمي الدورة حضرتك عشان بيعدوا ده كترة الحقم المجهري ما بيعتدوش بالتحاليل وبيعملوا حاجة اسمها انترال فوليكلر كاونت اللي هو عد الجريبات داخل المبيض اللي لو اده تنشيط الشهر ده هتطلع ولا لا طبعا ما عندهاش لان مخزونها قليل وطبعا هو ما قالهاش الكلام فهو يعني حضرتك بتسألني سؤالين هم بيعملوا ايه بسونار تاني يوم الدورة هم ده كترة الحقم المجهري الاكثر دلالة عندهم في نسب استجابة السيدة ونجاح الحق انهم يقولك مش مهم قوي رقم المخزون رقم المخزون ده بيقول الكرتونة دي فيها عدد بوايضات قد ايه من البيض تمام انا مش عايز الكرتونة فيها عدد بوايضات قد ايه انا عارف ان الكرتونة دي البيض اللي فيها قليل انا عايز اشوف الشهر ده اذا ديت محاولة للتنشيط الشهر ده المبيض ده ناوي قادر انه يطلع بوايضات شكلها ايه لان دي بتختلف من شهر لشهر لان فيه ديناميك ايه رينج كده للاكتيفتي بتاعت المبيض فهم بيحبوا يعتمدوا على ده اسمه انترال فليكلر كاونت ساكن دايفيد سايكل اللي هو عدد الجرايبات داخل المبيض الصالحة لانها تنضج مع اخد منشطات للتبويض وبيقولوا ان ده اكثر دلالة ليهم في نسب النجاح بتاعت الشهر ده عن الرقم بتاع المخزوم لكن طبعا 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 يعني مش عايز اقول لحضرتك انا هقول ايه على ما على ما قيلة وفعلة ده حقن مجهري اجريا دون تحاليل في واحدة رايحة بمخزون مبيض قليل وما بتجي لهاش دورة وبتجي لها دورة اصطناعية محدثة بعلاج وهي بتاخد العلاج ده عملة تحاليل دي فطلع الFSH والLH نورمال لان حصل لها حاجة اسمها نيجاتف فيدباك سابروشن الFSH والLH بالهرمونات اللي بتاخدها وبالتالي التحاليل كانت مخادعة لانها تحت غطاء هرموني ده بالنسبة للFSH والLH اما تحليل المخزون فتحليل المخزون دايما الدكاترة بيلجأوا له لانه زي ما انتم حضراتكم شايفين كده لا يتأثر باي علاج الست خدته من برة ولا يتأثر احنا عملنا في اليوم الكم من الدورة ولا يتأثر ولا يتأثر ولا يتأثر لكن ارجع تاني بالنسبة للاتصال لحضراتكم تقول عليه الاتصال ده كان في الحلقة اللي فاتت مش اللي قابليها وكانت البنت عندها امينورية وكان عندها اعراض ذكورية واضحة واكدت اكتر من مرة ان فيه دكتور قال ان عندها تكايس مبايد قلت ان تحليل هرمونات بتاعتها تشير لتكايس مبايد بس يجب استبعاد ان يكون عندها ارتفاع الهرمون الذكورة من سورس اخر من حتة اخرى زي السبرارينال واكدت على الكلام ده مرتين ثلاثة في الاتصال لانه ما بنساش وقلت ان لازم دكتور اطفال تخصصه غضة صماء يستبعد اي مشاكل اخرى في هذه الانسة قبل ان نضعها على التراك بتاع تكايس مبايد صحيح التحليل بتاعتها بتاع تكايس مبايد لكن يجب استبعاد اسباب اخرى تمام لارتفاع هرمون الذكورة فيها اما اللي حضرتك قلت في تعريف التأخر الدورة والامينورية انقطاع الطمس هو التعريف الطبي وانا هعيده على اسماع الناس امتى نروح بانسة صغيرة الدورة ما جت لهاش لو وصلت لعمر 14 سنة ولم تظهر عليها اي عوام اي زواهر للبلوغ يعني لا فيه نمول الثدي ولا فيه شعر تحت القبط ولا شعر فيه العانة طب لو دول موجودين ووصلنا 14 سنة ولم تنزل دورة رغم عن وجود زواهر البلوغ ننتظر ممكن ننتظر لحد سنة او سنتين لان في الاغلب الدورة هتنزل لكن اللي تصل لسن 16 سنة ريجاردلس بغض النظر لما تصل لسن 16 سنة ما تسألش وما تدورش على زواهر البلوغ مش معنا كده ما تفحصهاش افحصها لكن لا تأخذها بعين الاعتبار يجب ان تبدأ في فحوصات هذه الانسة الصغيرة عند سن 16 سنة طالما لم تنزل لها دورة بغض النظر عن وجود زواهر البلوغ واللي انا بقوله ده واللي حضرتك حدورت عليه وقلته هو التعريف الطبي الاكاديمي الذي اقوم بتدريسه في كلية الطب واللي يجب ان يكون يعرفه اي شخص والانسات نروح بيهم نكشف لان الدورة لسه ما نزلتش لو وصلوا ل 14 سنة وما فيش زواهر للبلوغ لكن لو وصلوا ل 14 سنة وفي زواهر للبلوغ ننتظر فترة غالباً الدورة هتبقى جاية بس متأخرة شوية في منطقتنا العربية غالباً البلوغ بتاع الانسات بيحصل مبكراً شوية عن كده لان الكلام اللي 14 سنة ده غالباً بيحصل في دول اكثر برودة لان الطقس له عامل في سن بلوغ والدورة لكن اللي تصل لسن 16 سنة بغض النظر ظهرت عليها ظواهر للبلوغ ام لا تذهب الى الفحص الطبي ضروري وضروري عمل الفحوصات عشان ما نشوفش المقاسي اللي بنشوفها كل يوم اصلاً الدورة كانت ملاخبطة وما كانتش بتيجي وما سألتش ولما قلت لأمي قالتلي وايه يعني ستات كتير كده وبعدين قالوا لي لا ما تروحيش لدكاترة وبعدين رحت الحد في بقى الناس اللي مظلومة رحت الحد فأم قال لها لا ما تخلوش حد يلعب في هرموناتها ده الحقيقة محتاج اللي بيقول الرد ده الحقيقة محتاج يترد عليه برد انا ما قدرش اقوله دلوقتي تمام؟ ما تخلوش حد يلعب في هرموناتها وبدل ما يقول لهم انا ما اعرفش وهي عندها خلل لو سمحت ودوها لحد يعرف فيقول لهم يعمل الناصح الامين القلب الحنين ويقعدهم عن البحث مش بس هو ما يعرفش وما يعالجهش ويقعدهم عن البحث فتنتهي الامور انها تتجوز بلا دورة ونلاقي المقاسي اللي بنشوفها في عيادتنا ونقول لهم دي ما عندهاش دورة ما عندهاش تبويض ما عندهاش فرص للحمل وتبتدي العالتين يمسكوا في بعض وحاجات فظيعة جداً بسبب ان مفيش قواعد طبية مظبوطة بنمشي عليها معنا اتصال اخر ولا نشوف الفيديو طيب نشوف المقالة الاول اللي قبل الفيديو بعد اذن حضراتكم السيدة قبل ما نشوفوا الصور السيدة اللي اتصلت من دقائق قالت ان احنا شخصناها ان عندها تكايص مبايد وان حد بيرفض ان عندها تكايص مبايد ما علينا مريضات تكايص المبايد في دواء عقار شهير يجب ان يأخذوه مالوش بديل مالوش بديل مفيش ده بيتعبك خدي ده بديله مالوش بديل مالوش بديل في الطب كله هذا العقار اسمه الميتفورمين الذي يعرف بادوية تنتهي بكلمة فاج في الطب كله وفي العالم كله هذا العقار اللي اسمه الميتفورمين عقار ليس للتخصيص ولا لفقد الوزن ولكن يعطى لمريضات السكر لمقامرض السكر وخاصة البدناء هذا العقار يقاوم ويحسن من حاجة اسمها مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين ولم يصل الطب لأي عقار آخر بديل أو يقوم بهذه المهمة العقار ده بنديه لمرضى تكييس المبايد مش لأنه بيخسس ولا هو حيخسس ولا بيحرق دهون ولا بيسيح دهون ولا بيسد النفس ولا كل الوهم ده العقار ده بيحسن استجابة الجسم لهرمون الإنسولين هذا العقار اللي اسمه الميتفورمين اللي احنا بنصر على أن المتكييسات ياخدوه مش لأننا مصرين لأن الطب كده هذا العقار شوفوا المقال كده وجد الأطباء أن له دور في تقليل هذا المقال منشور باسمي وأنا مسؤول عن كل كلمة فيه ومنشور على إحنا المواقع الطبية وجد الأطباء أن مرضى السكر اللي بيصابوا بفيروس كورونا وحالتهم بتتدهور وبيدخلوا العناية المركزة اللي كانوا فيهم بياخدوا الميتفورمين الجلوكوفاج، السيدوفاج نسبة الوفيات فيهم قليلة جدا مقارنة بمن لم يأخذوه عشان كده أنا أطلقت عليها هو أسبرين القرن الواحد وعشرين لأن الأسبرين في القرن العشرين كل يوم كانوا بيكتشفوه له فوايد ويصروا على استخدام الناس له كل يوم بنكتشف الميتفورمين له فوايد على فكرة بيقلل الناس اللي بياخدوه بيقلل نسبة أن يجي لهم ألزهايمر المهم يعني أن في بداية الجائحة بإصابة الناس بالكورونا طبعا مرضى السكر بيبقى عندهم مشاكل أكتر ونسبة الوفيات فيهم أعلى كان أول ما بييجي لحد كورونا وبياخدوا الميتفورمين كانوا بيقولوله وقفوا لأنه بيخافوا أنه بيرفع شوية إنزيمات الكبد وإنزيمات الكبد قد ترتفع بسبب الكورونا فقالوا وقفوه أو أنه هو بيتم إخراجه من الجسم عن طريق الكلا وبعض حالات الكورونا بتأثر في الكلا فكانوا بيقولوا وقفوه نشوف بقى الصورة اللي بعدها اكتشفوا الأطباء إن بعد شوية إن المرضى دراسة عملتها قالت إن مرضى السكري وهم الأكثر عرضة للكورونا ومضاعفاتها اللي كانوا بياخدوا الميتفورمين لقوا إن نسبة المضاعفات وتظاهر الحالة وتأثرها وإنها تروح لمراحل متأخرة وتحتاج للدخول لعناها المركزة نسبة أقل نسبة أقل بس مش بوضوح قوي ما قدروش يقولوا إن اللي بياخدوا متفورمين فرقين قوي عن اللي مش واخدين متفورمين وبالتالي قالوا أضب يقلل مضاعفات المرض لكن نشوف الصورة اللي بعدها بقى لكن اللي وصلوا إلى درجة المضاعفات الشديدة ودخلوا العناية المركزة وجد إن اللي بيستخدموا الميتفورمين نسبة الوفيات فيهم أقل كتير جدا وبصورة زاد دلالة إحصائية عن من لم يستخدموا الميتفورمين وسئلت أنا الكلام ده صحته قلت أيها صحيح وسئلت من الموقع وطلب مني تفسير فالتفسير وجدناه في بعض الدراسات إن الفيروس الكورونا بيدخل الجسم عن طريق إنه بيتحد مع مستقبلات اسمها الأنجوتينسون كونفيرتج إنزايم 2 الأي سي اي 2 ده الناس اللي بيستخدموا الميتفورمين دواء الميتفورمين بيقلل من إن الفيروس يمسك في هذه المستقبلات وبالتالي دواء الميتفورمين عقار الجلوكوفاج السيدوفاج اللي المرضى بيكرهوه ومش عايزين ياخدوه واللي الأطباء بيفشلوا في إنهم يقنعوا المرضى بيه وبيحاولوا يستخدموا يقللوا استخدامه هذا العقار يقلل من مضاعفات الكورونا يقينا ويقلل من نسبة الوفيات في الكورونا وهو عقار رخيص وموجود وبنصر على استخدامه وكل المرضى مش عايزين يستخدموه طب دا كلام حضرتك يا دكتور لا دا كلام أبحاث طب الكلام دا له مصادر له مصادر كتير طب الكلام دا يعني الناس ما بتنشروش ليه وما بتقولوش ليه لأنهم مش عايزين يفيدوا بيقولوا الحقيقة طب نشوف الفيديو بقى اللي كمان بيدعم كلامي اللي موجود دا مقالة باسمي أنا وانا مسؤولة عن كل كلمة فيها ومنشورة على إحدى المواقع الإخبارية شوف الفيديو كده الموقع الإخباري اللي مالوش علاقة بيه وموقع إخباري عالمي شهير يتحدث عن هذا العقار ودوره اهو الميتفورمين خمسمية دواء الكورونا رخيص برخص التراب دواء رخيص هو طبعا ليس دواء للكورونا ها ليس دواء للكورونا ولكن مستخدمي هذا العقار تقل مضاعفات الكورونا ها قد تكون هي ما نبحث عنه هذا الدواء الرخيص اللي برخص التراب مين اللي قالت كده صحيفة ديلي ميرور البريطانية قالت ايه بقى؟ قالت ان الجلوكوفاج اهو اسمه اهو وتركيزه اهو وصورته اهو والذي يستخدم في علاج مرضى السكري وخاصة قلبه دناء وجد البحثون الصينيين ان نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في اوساط المرضى الذين يستخدمون عقار الميتفورمين لضبط السكر عندهم طبعا ضبط السكر شيء مهم لتقليل مضاعفات الكورونا لكن ضبط السكر بالميتفورمين بالاسم بيقلل نسبة الوفيات جدا مقارنة بمن تتحدث الارقام لصالح فعالية الدواء فهل يكون هو العلاج المنتظر هو ليس علاج لكن المرضى الملتزمين باخذ هذا العقار تقل فيهم نسبة المضاعفات وهو عقار موجود ومتوفر وبرخص الطراب وفي كل الصيدليات ونصفه لناس كتير وناس كتير محتجاه وناس كتير كل حلمها انها ما تخدوش وانها تتهرب منه نرجع بعد اذن حضراتكم من الفيديو هذا هو صحيح العلم هذا العقار يا ام احمد اللي بتتصف اول حلقة واللي بتقولي بيقولوا ان ما عنديش طب خليهم يكتبوا لحضرتك جايز يفيد حضرتك وقاية من مضاعفات مرض الطب لم يصل لعلاج له طب يبقوا فادوا حضرتك بعيدا عن انه هيقلل استعدادك الوراسي للسكر وانه هيزبط الخلل الهرموني اللي عند حضرتك وانه هيحسن استجابة المبيض لأدوية التنشيط وانه هيطلع بوايضات حجمها اكبر وجودتها احسن وانه هيزود فرص حدوث الحمل كل دي فايده تعم وانه هيقلل فرص حدوث الاجهاد كل دي فايده في حالتك وانه هيقلل احتمالية السكر الحمل اللي حضرتك عرضة له وانه هيقلل لو جي لحضرتك الكورونا المضاعفات بتاعتها واللي هيقلل ان حضرتك يجي لك مرض السكر ويؤخر هذا المرض واللي هيقلل مضاعفات السكر اذا جيل حضرتك واللي هيقلل نسب حدوث الالزهايمر في الناس متقدمي لعمر غير مستخدمي هذا الدواء تخيلي انه حرم حضرتك من كل هذه الفوايد فحضرتك علقي بعد اللي انا عرضت لحضرتك كلاما والفيديو ده مستني ان انا اسمع تعليق حضرتكم باذن الله تعالى شفاكم الله وعفاكم معنا اتصال ترفوني اتفضلوا اه يا فن سلام عليكم وعليكم السلام بس ازمي حضرتك يا دكتور انا عندي 36 سنة ايو ومتجوزة بعدي 7 شهور تمام بعدين بقى انا رصي الدكتور فطلب مني تحليل كويس المخزون طلع معي 63 68 من مي بعد ايضا حضرتك بس ثانية واحدة ثانية واحدة عشان المتصل اللي بتقول روحت الدكتور عمالي سونار وقال انتي حل وكده وهي عمرها 34 سنة تمام اللي حضرتك عملتيه انك روحتي خلال 6 شهور الاولى من الزواج ده كلام مظبوط لان انا سني كبير مش مستدعي الانتظار والسن عامل قلق وما فعل الدكتور انه اول ما شاف حضرتك طلب تحليل واهمه واول تحليل واضح انه شرح لحضرتك اهمية ده هو تحليل المخزون ده كلام مظبوط بس انا بقى احسأل حضرتك سؤال بعده حضرتك بتقولي تحليل المخزون طلع 3 وكسر فقال لحضرتك ايه على المخزون ده وما تقولي ليش قال لي كويس هو قال لي كويس اه فاندم هو كويس بطريقة مرضية يعني هو في سن حضرتك المفروض ان تحليل المخزون بتاعك يبقى بين 1 وربع الواحد ونص طب ما انا 3 حلوة هو الا مش حلو ما عندناش غير مرض واحد بيخلي المخزون اعلى من الطبيعي واعلى من 3 اللي هو ايه اه اللي هو تكايس المبايد اللي هو ما قالوش لحضرتك طيب ما انا لما عملت ال FSH اطلع معايا 6 و7 من 10 فكده ايه يعني كده اه انا انا كنت حضرتك لاحستي اول ما ابتديتي تقولي اي تحليل اخر امتنا عامل ايه رد فعلي ايه انه ده مش هيغير شيء في اللي انا قلته اه يعني هل التحليل دي مش مرتبطة ببعضها في موضوع تكايس المبايد لا مش مرتبطة ببعضها في موضوع تكايس المبايد واذا كان المعمل اللي حضرتك بتتعاملي معاه معمل كويس واذا كان هذا التحليل صحيحا فهذا التحليل بتاع المخزون يشير اشارة قاطعة الى وجود تكايس المبايد وهو يغب اي تحليل اخر حلوة جمل دي يشير اشارة قاطعة ويغب بس ايه اذا كان معمول في معمل مظبوط اه يعني انا الافضل لي انا لسا عمله قريب يعني ممكن اعيد التحليل في معمل تاني على اساس اتأكد من النتيجة وبعد كده لو ظهر برضو نفس المدور ربما يكون او اكيد زي ما حضرتك قلت انه هيكون عندي تكايس المبايد ودي مشكلة حضرتك قلت اعيد التحليل ده كلام مظبوط لانه لما يبقى التحليل بناخد عليه النتائج قاطعة ومؤثرة نحب نعيده مرتين حضرتك قلت لو كان التحليل فهيبقى في الاغلب انا بقى معترض عن كلبة في الاغلب دي عشان استخدمت لفظ اخر ايوة اكيد طيب هي دي بقى كانت المشكلة عندي يعني انا عصر اول ما اتجوزت كانت الدورة عندي متزمة وانا بنت وبعدين حضرتك حضرتك عدد الستات المصريات بصي هتقول لي لي ايه كاتت منتظمة وكاتت كويسة اوي وكاتت بتيلي في اليوم والساعة والسانية هتحكي لي عن بطولاتك وامجاد الدورة ايه كاتت هيلة احنا عايزين بقى نعرف ايه اللي موجود دلوقتي اه هو دوا تكايس المبايد هو ده اللي مخلي عندي ان المبيض ما بيطلعش بويضات صلحة للتخصيص ايو لاني انا كل مرة بيحصل كده معي في كل الشهور طيب حضرتك الرقم اللي حضرتك بتقول لي ده بتاع واحدة عندها تكايس مبايد من درجة متوسطة يبقى الدورة جايز تكون منتظمة وجايز لا وجايز تتغير فقط في كميتها وعدد ايامها وجايز يحصل لها تبويض لحالها لوحدها من غير منشطات بس البويضات بتاعتها تبقى هي اللي حضرتك قلت عليه ده مواصفاتها فبعدين حضرتك بتقول لي بقى اخدتي في مارة اللي هو دوى لتنشيط التبويض طب وحضرتك اقنعوك ازاي ان يدوك دوى؟ وهم بيقول لحضرتك انت هاي لو طبيعية ومعن بكيش حاجة اه لأ هو انا رفت للدكتور في الاول دكتور غير ده فما طلبش مني الاماتش طلب مني الـ FSH وللاتش وطلب مظبوطين والبروجستيرون تلاتة وعشرين وتسعة واربعين من ما تات عشرين ومصفية قال لك هيا تحليل كده كويس هو قال لحضرتك ان البروجستيرون لما يبقى تلاتة وعشرين يبقى التحليل ده كويس؟ ده مش كويس؟ اه قال لك هيا ده مش كويس قوي ده ممتاز ده مش كويس وممتاز ده لازم حضرتك في الشهر ده في الشهر اللي طلع البروجستيرون تلاتة وعشرين ده يا اما المعمل ده غلط التحليل ده غلط اي يا اما تطلعي حامل اي يا اما يطلع فيه مرض اي حد بيفهم تأخر حامل حيبقى عارف هو بيقوليه اه لا او انا ما طلعتش حامل اكيد او انا ما فيش اه اه هو كده كان عندي حاجة فبعدها لما لقيتش في حامل بعدها بشهرين فاضرفت الدكتور تاني طلب مني الامه بيضافة لزول ففي الامه طبعا قال لي زي ما حضركك قلتا حضرك انو قال لي ونوقع طو و مال حضرتك ليه ما بتصرحيش وتقولي يعني ليه حضرتك ما قلتيش عملت الأم ميتش وبعدين دكتور قال لي أن يحصلك تكيز م demi ليه حضرتك بتختبريني و بتشوفي رأييي وتشوفي إما شوف ده حيقول إيه كده من ذي فكرة هو في الدكتور الأولاني ما كانش طالب مني ده لا يا فندم لا لا تتكwestore الأولاني حضرتك خليكي بس كده معي علشان أنا حضرتك تصلتي هنا و قلتي الأم ميتش بتاعي 3 وأمتي سكتة اما شوف ده هيقول ايه لا لا حضركة بتكلم علي انا اتكلم علي انا اما شوف ده هيقول ايه كده سيبه كده على حاله اما ارميهاله كده وبعدين لما يقول ان عندك تكايص مبايض اقوم اقوله كمان احاول كده رجعه اقوله لا بس خلي بالك ان انا الـ FSH كان كذا حضرتك بتستخدمي زكائك جدا معايا لا والله لا 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 فانه ممالو ده ما يضرش يعني انك تستخدمي زكائك بس يعني انا بتابع حالات حضرتك فسمعت مرة اني بتقول الـ FSH ده بيظهر لما بيكون عالي بيكون في تكايص مبايض لا فانه ده مش مزبوط بالمناسبة ده مش مزبوط حضرتك سمعتي خطأ لا مش مزبوط الكلام اللي بتقولي ده مش مزبوط عشان كده انا بقى في حضرتك عشان الكلام حضرتك لما ملايين بيتابعوا البرنامج يسمعوه ما يصدقهوش ما فيش حاجة يسمع الـ FSH لما يطلع عالي بقى سيدة عندها تكايص مبايض الكلام حضرتك بتقولي ده مش مزبوط اه ربما اسمعت خطأ اياني اه فبس فده السبب فلما انا بقول لها حضرتك المخزون اللي بدأت به لاني لما قال لي ان المخزون كويس وتحليلي كويسة فقال لي اعملي اه اشعة بالسبغة فده السبب اللي خلاني بدأت الاول معك بالايه المش لانه قال لي لأ ما عندكيش حاجة خالص وكده عايز اشعة بالسبغة فقلت اصحب من حضرتك المعلومة فحيحة قبل ان ما ادخل على اشعة بالسبغة ولا لك هو فاندم في عيب ان احنا نعمل اشعة بالسبغة ايه العيب فيها ليه حضرتك يعني اه لا هو مش في عيب يعني اقصد ان انا لو تحليلي بالفعل فيها حاجة خطأ وهعايبك زي ما حضرتك تقولي في تكايص مبايض دي علاجات او كده خلاص يبقى مش عامل اشعة بالسبغة ليه فاندم ليه هو حضرتك متناسية ان سنك سن مش صغير وان كل خطوات وفحوصات تأخر الحمل يجب ان تجرى بسرعة وبعجلة وباختصار للخطوات حضرتك نسيتي ان احنا قلنا دي اول جملة او مش نسيتيها حضرتك بتحولي تتناسيها لان حد مفهم حضرتك ان الاشعة بالسبغة دي حاجة يجب تجنبها فحضرتك بتحولي تغدي مني زريعة انك متعمليهاش بس انا مش حدي حضرتك ده لان احنا قلنا احنا الوقتي في معركة في معركة بقالها هيه ثلاث دقايق في الزكاء انا متأكد ان ده هيكون حاضر اذا كان معنا خمس دقايق ناخد اي اتصال قبل من نشوف الصورة في اخر الحلقة ان شاء الله فاضل صورة واحدة مش كده اتفضل ايوه دكتور انا لو تمحت اولتي من جيمة ثاني ايوه دكتور ايوه فاندم حضرك بعدي عن التلفزيون وما تسمعيش صوتك في التلفزيون واكلمي فقط في التلفون واكلمي استرسلي يعني اقولي الجملة ورد تانية اتفضل ايوه انا والدة من ثاني وبردع نظيف حلو ورح دلوقتي جاني نظيف يعني جاتني اول مرة الدورة على 11 شهر ايوه بعد كده جاني نظيف وروحت للدكتورة وضلعتلي بعلاج سترونات وبرشام يعني تاني تمام السؤال ايه بقى السؤال ايه انا دلوقتي باردع الدكتورة جلت لها باردع والولد دلوقتي عن تعب من البرشام اللي خدته هو تعب ازاي من البرشام اللي خدته وايه عرفك ان اي تعب هو عنده من البرشام دكتور اطفال اللي جلس هو ايه التعب بقى اللي اشتكى بيه جاله تف المعدة وجاله جفاف طيب هو حضرتك في بلدكو كده ما بيجيش لتلت العيال نزلات معوية ويجي لهم جفاف؟ ما بيحصلش ده؟ في المنطقة اللي انتو بتقولوا فيها الدكتور مطلع لي دي مش مش ده بيحصل كتير للاطفال؟ ما هو دكتور الاطفال جاله من الالاج الهرمون اللي خدته يعني الطفل ده طول الحداشر شهر ما جالوش ابدا النزل معوية دي؟ لا وجالي زادت يعني زادت عندي زادت عندي راح وجالي وجفين ورحت وجفته راح زاد عندي النظيف بشكل شديد حضرتك روحي لدكتور الاطفال واقضيله في عياد تقولوله شوف لنا حل للمشكل ده لانه هو المسئول عن المشكلة دي والعلاجات بتاعتنا طبعا حضرتك قلتي كذا خطأ كده لازم نصححهم قلتي بردع نظيفه ده اللفظ اللي بتستخدمه السيدات المصريات عن ان بتحصل رضاعة بدون دورة وتعتقد خطأا وتعتقد خطأا وتعتقد خطأا السيدات المصريات ان هذا يكفي كوسيلة اللي منع الحمل وحيحصل حمل منين زي ما كانش عندي دورة وهذا خطأ شديد فاللي بتردع نظيف ان شاء الله ممكن تحمل نظيف تمام بسهولة وبدون مشاكل والرضاعة وعدم انتظام الدورة معاها شيء وارد كلمة عدم انتظام يعني ما كانتش بتيجي وبعدين تيجي كتير او تيجي قليلة او تيجي شهر وبعدين تقطع شهرين او تيجي شهرين وبعدين تقطع 3 شهر كل دوارد مع الرضاعة اذا حصل خلل في الهرمونات مصاحبا لعملية الرضاعة غالبا بيبقى سببه ضعف فيه التبويض فهذا يحدث خلل في الدورة ونزيف عند بعض السيدات نتيجة لنقص هرمون البروجستيرون الهرمون المطلوب للبناء بطانة الرحم والحفاظ عليها عندما يحدث طبويد وبالتالي يجب استعادة هذا الهرمون بهرمون خارجي زي ما الدكتورة كتبت لحضرتك وحضرتك قلت زي الفل انها لما كتبت لي ده حصل تحسن للخلل الهرموني والنزيف وقف واثناء هذه الفترة حصل قدرا نزلة معاوية للطفل وهذه النزلة المعاوية حصلت في شهر 5 6 مع بدايات الصيف وبعد ما تم 10-11 سنة وابتديتي حضرتك تأكليه وابتدي يأكل اي شيء ويحط ايده في بقه بعد ما يخدها من الارض فهذا هو السبب الرئيسي ان طفلي يصاب بنزلة معاوية فبدل ما حد يقول له حضرتك لو سمحت يخسلي ايد الطفل ده وحرصي انه ما يكلش غير اكل مش ملوس وان خلي بالكم منه خاصة في فترة الصيف لدرق لان الاسهال اللي جاله شديد لدرجة انه حصله جفاف والنزلة المعاوية دي بتاخد يومين 3 وحتنتهي بعلاج او باذن الله حتى احيانا بدون علاج فلما حد وقف لحضرتك اقراس بتاعتنا انتهت النزلة المعاوية ليس لان الاقراس سبب للنزلة المعاوية لكن لان ده وقتها ودورها انتهى فعاد لحضرتك النزيف وحضرتك يجب ان تعودي الى طبيب جيد يكتب لحضرتك العلاج ده او غيره من نفس النوعية عشان يوقف النزيف ويقتنع انهم ده مش سبب ليه الاسهال اللي جيل الطفل والنزلة المعاوية كل السيدات وكل انسات للأسف كالعادة الوقت مر بنا على مدى شهور طلبت من حضرتكم توجيه التحية للزملاء الاعزاء الاطباء الذين يضحون بانفسهم وصحتهم وحياتهم وصحة اقاربهم وعائلتهم في سبيل ان يكون المدافعين الاوائل عن المرضى في مصر وفي الحلقة الماضية ككل الحلقات منذ تحدثنا عن موضوع الكورونا والفيروس والكوفيد 19 وجهت التحية لكل الاطقم الطبية وفي الاسبوع الماضي عرضت لحضرتكم مقال للدكتور ابنوب مدرس الامراض البطنة بكلية الطب الفيوم الذي نشر فجر الجمعة وكان بيقول قصته مع الكورونا وكيف شفاه الله وطالب في نهاية المقال الناس بالتوجه بالدعاء الى زميله اللي في قسم البطنة و للدكتورة وسام وقلت لحضرتكم ان الاسف الشديد قبل نشر المقال بساعتين زميله توفي الاسبوع الماضي وطالبت من حضرتكم الدعاء للدكتورة وسام بالامس استرد الله وديعته وانتقلت الدكتورة وسام الديب الى رحمة الله تعالى ان لله وان اله رجعون نشهد الله ان الدكتورة وسام هي زميلة عزيزة لان كل اطباء طب الفيوم تم تدربهم فيه كلية الطب الاصر العيني فقضت معنا في الاصر العيني ثلاث سنوات كانت ما تغلاش على ربنا ولا نزكي على الله احدا مثالا للأدب والاخلاق والتفاني في العلم وتعرفها كل السيدات في محافظة الفيوم يجعل الله ما لاقته حيث وسام محجوزة في المستشفيات منذ تقريبا الاسبوع الاول من شهر رمضان وحتى الان تتنقل بين المستشفالات وبين العنايات المركزة وبين اجهزة التنفي الصناعي الى ان توفاها الله بالامس القريب رحمة الله عليك كل الدعاء لحضرتك ربنا يجعل كل دعوات الناس في ميزان حسناتك ويغفر سيئاتك ويرفع درجاتك كل السيدات وكل الانسات كل التحية والتقدير للاطقم الطبية والاطباء المدافعين عن صحة المصريين وبإذن الله يتجدد معكم اللقاء في احوال اكثر بهاء وباخبار اكثر سعادة وبإذن الله سينقشع البلاء قريبا بإذن الله تعالى كل السيدات وكل الانسات زي ما سعدنا بكم نرجو نكون اسعدناكم زي ما بنستفيد بحضراتكم نرجو نكون افدناكم وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير شكرا شكرا شكرا